محتاجين حاجة مناعشة وحلوة للصيف يبقى لازم تعمله للشيز كيك باللمون طعمها حلو جدا وبجد فيها اللي انت عاش بتاع اللمون وفي نفس الوقت مش اوفر وكريمي ومن غير جيلاتين ولا كريم ملباني فيش فيها اي مكونات صعبة وبسيطة وسهلة جدا فيلا ندخل على طول في مقادي الرصفة اول حاجة هنجهزها هي طبقة البسكوت معنا 150 جرام من البسكوت الشاي اي نوع بسكوت شاي بينفع معنا هنحطهم في الكبة ونفرومهم او ممكن لو انتو بتحبوهم خشنين شوية تعملوهم بالنشابة كده ودقوهم لحد ما يدوكم القوام بتاع البسكوت المطحون خشن شوية انا شخصيا بحب القوام يكون ناعم شوية فعشان كده حطتهم في الكبة هكون مدوبة اربع معلق من الزبدة هحط البسكوت في بولا وحط عليهم الزبدة وممكن حط الزبدة كمان معهم في الكبة بس انا بحب احط الزبدة والبسكوت في بولا وقلمهم بنفسي عشان اتأكد ان كل قطعة بسكوت اتغلفت بالزبدة كويس قوام البسكوت مع الزبدة بيكون شبه الرمل المبلول هنستخدم هنا صنية مقاس 24 انا ما كانش عندي المقاس المزبوط بتاع الصنية دي فكان عندي صنية اللي هي حجمها بيتغير زبط المقاس لانا عيزاء وحطتها في صنية اكبر بحيث انها تكون محكومة جواها وما تتحركش ومن تحت ورقة زبدة عشان طبعا نشيل كل التشيز كيك بسهولة وما تلزقش في الصنية التانية وفي نفس الوقت يعني ايه مفيش اي حاجة تخرج في الصنية اللي تحت هنكون مسخنين الفرن على درجة حرة 160 درجة وهندخل طبقة البسكوت تاخد معانا من 7 ل 10 دقايق في الفرن في الوقت ده هنجهز الطبقة التانية وهي عبارة عن كوباية ونص من الجبنة الكريمي اي نوع جبنة كريمي هنحط عليها تلتين كوباية زبادي الزبادي يفضل تكون لايت مفيش فيها ميا كتير ولو الزبادي فيها مياه نصف فيها من المياه بتاعتها وهنحط عليهم بطين بدرجة حرة الغرفة معلقتين كبار من عصير اللمون ومعلقة صغيرة من بشر اللمون وفانيليا و100 جرام من السكر ما يعادل نص كوباية سكر في الوقت ده هتكون طبقة البسكوت بيتجهزة معايا هصب عليها الخليط وهحطها في الفرن تاني على درجة حرة 160 درجة بتاخد معايا من 40 ل 45 دقيقة وتكون جهزة واول ما بتخلص بحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات وبعد كده بنجهز الطبقة الاخيرة بعد ما يكون عد عليها 4 ساعات في التلاجة هنجهز الطبقة الاخيرة وهي عبارة عن صفار بطين عليهم فانيليا ورشة ملح ومعلقة صغيرة من بشر اللمون هنقلبهم كده كويس مع بعض وبعد كיכا نسوهم على جنب ونجهز باقي الخليط باقي الخليط معانا عبارة عن نص كوباية مياة ما يعادل 120 ميلي عليها ربع كوباية لامون ما يعادل 60 ميلي ونص كوباية سكر ما يعادل 100 جرام ومعلقتين كبار من النشاء ما يعادل 15 جرام من النشاء هنقلبهم كويس مع بعض على البارد وبعد كده هنرفعهم على المار بس احنا محتاجين اللون الاصفر الحلو فهنحط نقطتين من اللون الاصفر من 3 ل 4 نقط لحد ما توصلي لللون اللي انت شايفة ده انا حطيت في الاول نقطتين فحطيت ان اللون لسه باهت ومش حلو فحطيت نقطتين كمان وكان كده زبط معايا هنرفعه بقى على النار بس مش هنسيبه يغلي وقعمه يبقى شبه المهلبية مجرد ما بياخد حرارة قبل الغليان بالزبط هنرفعه من على النار ونحطه على الصفار بالتدريج بالراحة خالص عشان الصفار بس ما يطبخش معايا وانطبق تكنيك الباستر كريم بالزبط وبعد كده هنحطهم تاني كلهم في الطاصة ونحطهم على النار لحد ما قوامهم يتقل معايا ويبقى شبه المهلبية هرفع الخليط تاني على النار واستمر في التقليل فيه على طول عشان بس ما يكتلش معايا ويبوز واول ما يوصل للقوام ده هحط له مكعب كبير من الزبدة ما يعادل معلقتين كبار من الزبدة وممكن في الوقت دقيقت في النار خلاص واكمل تقليل لحد ما زبدة تدوب معايا بحرارة الصوس وفي نفس الوقت عشان انا عايزة الصوس يهدى شوية قبل ما احطه على التشيز كيك الزبدة هتدينا هنا اللمعة بتاعت الصوس وقوام كريمي ونسيابي وكمان ناكهة حلوة نقلب كده شوية بس لحد ما الحرارة تهدى وبعد كده هنجيبه التشيز كيك من التلاجة زي ما انت شايفين قوامة حلوة جدا وكمان السويت معايا وبقت متماسكة هحط عليها الصوس وبالراحة كده هحاول اوزعه عملته بالطريقة دي وبعد كده كملت بالمعلقة لان الصوس يعني ايه بيجمد بسرعة بعد ما احط التوبينج بدخلها بس التلاجة نص ساعة او ساعة لحد ما التوبينج كمان يتمسك معايا وبعد كده بقدر اطلعها وقطعها وتاكلوها بالفة هنا وبجد كان طعمها حلوة جدا وكريمي ومنعشة ومناسبة جدا لاجواء الصيف ده فجربوها استنى رأيكم في التعليقات لان بجد رأيكم بيهمني وبيفرق معايا فلو انت قول ما تشوفوني انا فاطمة محمد بتنسيش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يسيركم كل الفيديوهات الجديدة ولو بتشوفوني انا على الفيسبوك اعملوا فلو بسرعة عشان ما يفوتكش ايها جديدة شكرا لكم بجد وشكرا للمتابعة وشكرا لأي حد بيسيب لي كومنت حلو او كلمة حلوة شكرا للمشاهدة